الممثل لطفي لبيب اسم الميلاد لطفي حسني لبيب ولد في 18 أغسطس 1947 في مركز بيبا ببني سويف بمصر هو أحد أبطال حرب أكتوبر حصل على لصنس أداب جامعة الأسكندرية ثم معهد الفنون المصرحية سنة 70 بدأ مسيرته متأخرا لعشر سنوات بعد تخرجه نظرا لتجنيده لمدة ست سنوات ثم صفره خارج مصر لأربع سنوات بدأ في سنة 1981 في مصرحية المغنية الصلعاء ومصرحية الرهائد أصبح شريكا أساسيا في معظم أفلام السينما منذ سنة 2000 حتى 2010 كذلك شارك في العديد من المسلسلات والمصرحيات وبعد نجاحه في فيلم السفارة في العمارة رفض تكريم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة له لإيمانه بالقضية الفلسطينية ولأنه كان أحد المشاركين في حرب أكتوبر ألف كتاب سنة 1975 اسم الكتيبة 226 حيث كان مجندا بها وهي أول كتيبة عبرت قناة السويس عمره الآن 75 عاما ترجمة نانسي قنقر